الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لرد لرد علي أبو المخايد وقال عني بأنني كنح الوهر نحل الملاهي والله حاشا لله هذا كله كذب أنا وهرن ننزرها منذ 30 سنة إلى يومنا هذا ما تلاقش مع ملها لأن طريقي في وهرن ما يتلاقش مع الملاهي أنا أذهب إلى المساجد أذهب إلى العلماء إلى الصالحين يعني أذهب إلى أهل الخير إلى البيوت الكريمة المضيافة في وهرن والحمد لله كل إنسان يعرف بلده على سبط طريقا تعه بمأنه هو الطريق وطريق الفساد والملاهي والتخنت فأبو المخايد يعرف الملاهي أنا لا أعرف الملاهي وإنما أعرف بيوت الله والحمد لله شرفني ربي أني لقيت درس الجمعة في مسجد الإمام ابن بادس هذه وهرن التي أعرفها أنا بالنسبة لكلام تعالى السخيف الذي قال بأنني أنا من أسباب الإرهاب حاشا لله الحمد لله تاب على يدي العشرات وربما المئات أنا لست من أسباب الإرهاب وإنما النصيحة لقدمناها لو كان عليه أن يقبلها وأنا أعلم أن هناك إمام مسجد نبهه فوق المنبر لما كان يمثل دور أبو عبيدة ويصور الإمام في صورة سيئة فكان الجواب أن تعوى على الإمام قال له الكلاب تنبح والقافلة تسير أنت إمام مسجد تقول عنه الكلاب تنبح إن شاء الله يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل وهذا أبو المخايد هذا نحن مشكتنا مع المخايد التوعك أعطاه له مئتين وخمسين مليون دار زوج مخايد مالا لو كان أعطاه لك خمسمائة مليون روش الدير لو كان أعطاه لك مليار روش الدير اتقي الله رأك مزوج عندك زوجة عندك أطفال يعني من المعقول أن الأطفال تأكي يشوفوا باباهم بزوج مخايد انتوعوا يشطح للناس عندك باباك باباك سمك محمد سيد الخلق وانتا حبي تولي فتيحة هذا نصيحة ما حبيش تقبلها احنا المهم نصحناك وقلنا لك كلمة الحق والناس لي قالت وعلى ما قالها له سيرا النصيحة سيرا تقال لمن يعصي لها سيرا أما للمجاهر بالمعصية العلماء قالوا ينصحوا جهرا لأن لو كانوا من نصحوا الجهرا يقول لك وعلى ما قال له كلمة الحق وأما لي قالوا وعلى ما قال شلما جاءوا المخنتين إلى النهار روحوا شوفوا الفيديو تعي مسجل أنا درت حصة خاصة على المخنتين اللي جابوهم إلى كل القنوات بما فيها النهار وقلت كلمة الحق وهدرت على الكاميرا كاشي اللي جابوا فيها المخنتين والنهار كان عندها شجاعة وبثتها وهي موجودة والحمد لله عمري ما كذبت على الناس ولا خدعتهم ولا خبيت ثم أنا لما تكلمت عليه يعني أني كانت نصيحة لوجه الله كيف تقبل أن تدير المخايد في الدبرون تاعك تا راجل أربي خلقك راجل لقعد راجل هذه النصيحة تہانا بالنسبة الناعي مع بابسا الله يعلم أني لما دعيت لها بش愛 ربي يزقها الزوج الصالح والله لم أكن أعلم أنها متزوجة أنا ما انتبعش أخبار الفنانين وجدار وتزوجوا طلقوا سافروا وجاو والله لم أكن أعلم دعت لها من القلبي بما أنها بإنها متزوجة الحمد لله ما لم أكن أعلم دعت لك بش أربي يزقك زوج صالح لأنني لم أكن أعلم لما سألوني عليك فأجبت بالنياة صالحة ما كانت نيتي حاجة أحد أخرى ولما قلت باللي لما كنت في أزمة سكن ووقفت معايا وعطاتني فيلا في بوهارون أنا نيتي أني نبيي الجوانب إيجابية إنسان يوقف معك أيام الأزمة هذه شهامة هذا ولا هدف ما كانت نيتي نقص منها ولا يعني أنا ذكرت موقف أنا ما قلت بلي عرضت عليها الفيلا مقبل الزواج لم أقول هذا كل إنسان يتحاسب على كلامه وإنما قلت لما كنت في أزمة سكن ووقفت إلى جانبي وعرضت عليها سكن وأنا رفضته هذه نيتي فقط وشكرا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يهديك يا أبو المخايد